السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الاعزاء اهلا بكم في عالم زراعة اشجار الفكهة النهاردة مع الشجرة الطيبة وهنتعلم طريق التقليم شجرة الجوافة وافضل مواعد لتقليم شجرة الجوافة نشرح الاول الطريقة الطريقة سهلة جدا اسهل ما يكون يعني بنحتاج مقص ومنشار اول حاجة بنعملها في شجرة الجوافة اللي احنا بنشيل الفروع اللي احنا بنشاول عليها ديت الفروع اللي هي ملمسة للارض واللي هي طلعة من الشجرة قريبة من الارض وشجرة الجوافة طبيعتها في فروع بتنمو جنب الساق بنسميها السرطانات اللي هي بكون اه اتجاهها الاعلى مش موجودة في الشجرة ديت بس دي طبيعة شجرة الجوافة لو فيه سرطانات نمت جنب الساق الساق الشجرة الرئيسي بنشيلها اول حاجة بنعملها في الشجرة وبنشيل الفروع اللي هي قريبة من الارض زي ما احنا شايفين قدامنا اي فروع قريبة من الارض بنشيلها علشان دي بتكون مصدر للفطريات والافات اه بالذات بعد ملمستها للمياه عند الري وبنشيل الفروع اللي هي اه صفرة في حجر الشجرة حجر الشجرة يعني الجزء الاسفل او التلت الاسفل من الشجرة ده من ساميه حجر الشجرة بنشيل الفروع اللي هي الصفرة اللي هي لا تصل اليها الدوب بتكون ضعيفة جدا تاني خطوة بنعملها في شجرة الجوافة اللي احنا بندخل قلب الشجرة اه وبنشيل اه الفروع اللي هي في منتصف الشجرة اللي هي بتنمو لاعلى اه دي اه علشان كده الطريقة دي كده اسمها الطريقة الكاسية علشان الشجرة يدخلها الضوء اي فروع نمت بطريقة رئيسية الفروع اللي هي كبيرة نشيلها بالمنشار وان الشجرة دي عمرها سنتين في شهر اربعة باذن الله تكون عمرها سنتين من الزراعة اه فدي بنربيها على ثلاث فروع رئيسية ممكن نربي شجرة الجوافة لحد اربع فروع رئيسية بنختار اربع فروع رئيسية او ثلاثة وبنشيل اللي هي في منتصف الشجرة بالمنشار ولو في فروع كبيرة جاية من الفروع الرئيسية ورايح الفرع الرئيسي تاني بنشيلها زي ما احنا شايفين بنشيل فرع كبير رايح الفرع الرئيسي التاني بنشيله بالمنشار بنشيل الفرع الرئيسي ياخد دراحته ينمو بشكل مثالي موضوع سهل جدا ونحن في قلب الشجرة بنقص الفروع اللي هي صغيرة اللي هي قفلة قلب الشجرة ونسيب بعض فرع او طراح طراح يعني الفرع اللي هو شباب ده اللي احنا بنشاول عليه فروع الشباب ديت هي اللي تحمل صمار بطريقة غزيرة جدا والصمار بيكون حجمها كبير بنسيب بعض فرع من صغير الشباب ده ونشيل الفروع اللي هي قفلة قلب الشجرة ده واحنا في قلب الشجرة واي فروع نمت بطريقة رأسية بنشيلها في قلب الشجرة حتى لو فروع صغيرة بنوزع الطراحات اللي هي الشابة ديت لو في فروع متزحمة بنوزع الطراحات ديت ونسيب اقوى الطراحات ودايما نقص الطراح اللي هو اسفل لانه بيكون ضعيف ونمو ضعيف نسيب الشباب ده الشباب ده عمره حوالي من شهر ده نمى في شهر اربعة اللي فات بيكون قوي جدا في الانتاج فده بيحمل معايا محصول جيد جدا توزيع الطراحات مهم جدا كل ما نشيل في الطراحات اللي هي الشباب ديت كل ما نشيل بنحصل على وصفات سمار كبيرة ونشيل طبعا الطراحات الرهية الصغيرة الضعيفة ديت بنشيلها الفروع الصغيرة دي ملهاش اي لازمة في الشجرة الفروع الصغيرة اللي هي الضعيفة جدا ديت منسيبهاش في الشجرة ده كل ما في تقليم شجرة الجوافة يبقى بس لو الشجرة عالية الشجرة طبعا مش عالية اه لو الشجرة عالية بنشيل الفروع اللي هي عالية على ارتفاع مناسب اه يعني على قد ما ادنى الطول بنشكل الشجرة ونشيل الفروع اللي هي الشاردة اللي هي بتعلي معايا الشجرة ده كل ما في تقليم شجرة الجوافة اسهل ما يكون وشجرة الجوافة انتاجها غزير جدا 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 من الاشجار غزيرة الانتاج ولو سبت تقليمها تقيل شوية بتجيب صمار صغيرة شوية ولو خفيت في الطراحات بتجيب صمار كبيرة لكن في كلتا الحالتين انتاجها غزير جدا باذن الله هنشوف الشجرة بعد انتهاء عملية التقليم بسم الله بتكون طعمها جميل جدا 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 وده النوع ده في الصفة ديت اتمنى يجيب صمار ان شاء الله افضل موعد لتقليم شجرة الجوافة هو شهر اتناشر يبتدي التقليم من شهر اتناشر وممكن نقلم شجرة الجوافة لحد نهاية شهر اتنين يعني معانا شهر اتناشر وواحد واتنين نقلم فيهم شجرة الجوافة وده افضل معاد للتقليم اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة دومتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة